مش بس يا أحمد البارسة والريال لك أنا بتهالي فيه تجربة تستحق أن نحن نقف عندها لأنها مش مجرد صدفة فكرة أن يكون فيه فريق زي جيرونا دخل بين التلاتة الكبار بين أتلاتكم مدريد وبين ريال مدريد وبين باشلونة على منافسة فريق محدش يمكن قبل النسخة دي أو قبل الموسم ده كان ممكن يكون يسمع عنه شايف القصة إزاي وهل ممكن أن يستمر جيرونا في منافسة الكبار لغاية النهاية ولا بس دي يعني طلعت الدوري وقصة وانتهت طلعت الدوري ده مش أول مرة تحصل لأن كل موسم تقريبا بيطلع نادي مرة طلع ريال باتيس برضو بيطلع أحيانا ببداية الدوري ببتصدر وبعد تقريبا عشر جولات بنلاقي أن جيرونا ممكن يرجع تاني في القاعة تاني لكن أعتقد أن هي بتبقى البداية بس مش أكتر لكن ده شفنا في مواسم كتير جدا وأعتقد أن جيرونا طبعا حاجة كويسة جدا بتدي إصارة لبعض المباريات لكن برضو جيرونا مش الفريق اللي أنت برضو تقلع أنه ممكن ينافس الريال أو برسنعه حتى أجبلية اللي أنا بشوف أنه هو ممكن يكون قريب في المنافسة معهم لحد ما طبعا